إذا كانت المخاوف من تدعيات الهجوم الإيراني على إسرائيل تركز على الإقليم فإن السؤال أيضا يطرح حول نعكاساتها على حرب غزة فصحيح أن إيران قد تكون نجحت ولو بشكل محدود في توجيه صفعة لإسرائيل عبر ضربها بالصواريخ والمسيرات إلا أنها لم تنجح ربما في الأخذ بالثأر لدماء من سقطوا سواء في غزة أو في الصاحات المساندة كثيرة هي المواقف الإيرانية الداعمة لحركة حماس في حربها مع إسرائيل ولكن ليس أكثر فإيران التي سارعت إلى الرد على استهداف عناصر الحرس الثوري الذين سقطوا بالاستهداف بقنصليتها بدمشق بضربة إسرائيلية لم تحرك ساكنا دعما لأهل غزة سواء في المواقف والشعارات والخطابات خلال ستة أشهر وأكثر من الحرب التي قتلت أكثر من 34 ألف داخل قطاع غزة ورغم مواقف كثير من مسؤوليها التي توعدت إسرائيل وحذرتها من اشتياح غزة إلا أن شيئا لم يحدث بعد الاشتياح البري سوى المزيد من الشعارات لكن حركة حماس التي اعتبرت أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان ردا مستحقا على استهداف القنصولية الإيرانية في دمشق واغتيال عدد من قادة الحرس الثوري لم تنتبه على ما يبدو إلى كيف أنعش هذا الهجوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو داخليا بل وخارجيا الضربة الإيرانية قد تكون لناتنياهو طوق نجاة يخفف عنه حدة الانتقادات الداخلية والخارجية فالهجوم أعاد توحيد صفوف الإسرائيليين الذين شهدوا في الأون الأخير انقسامات حد على خلفية الحرب في غزة والتأخر في حسم ملف المحتجزين لدى حماس كما حرف النظر عن الغضب الداخلي على نتنياهو الذي كان يبدو مستقبله السياسي على المحق كما أن الهجوم أعاد توجيه بوصلة الدعم الخارجي باتجاه إسرائيل بعدما كان الغضب الدولي تزايد على الحكومة الإسرائيلية ويتوالى بضرورة سحب الدعم عنها وربما يكون الهجوم الإيراني وضع إسرائيل في مظهر الضحية بعدما كان الغضب ينصب عليها نتيجة ارتفاع عدد القتل المدنيين داخل القطاع واستهداف عمال الإغاثة في ضربات إسرائيلية عادة عن استهدافات صحفيين لعل المؤكد أن الضربة الإيرانية أعادت الدفء كما يقال إلى العلاقة بين نتنياهو وبيدن بعد توترات متتالية بين الرجلين إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رأى أن المستفيد من الهجوم الإيراني هو زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى سنوار تهمه باستغلال التوتر الجاري مع إيران لعرقلة التوصل إلى صفقة بخصوص الرهائن معلنا أن الحركة رفضت المقترحات التي عرضها الوسطاء في محدثات القاهرة في الأيام القليلة الماضية إذن لنعلم ما هو إنعكاس ما يحدث الآن من جولة تصعيد بين الجانبين على التحركات الإسرائيلية داخل قطاع غزة بل على قضية الغزيين على الأجندة الدولية من رام الله ينضم إلينا عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد محمد الحراني سيد الحراني دوما أهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية وفي التاسعة تحديدا كيف تنظر إلى ردود الفعل حتى اللحظة حول الضربات الإيرانية على إسرائيل هل حقيقة إيران حرفت الأنظار عن القضية المحورية ما يحدث داخل قطاع غزة؟ نعم مساء الخير أهلا بك في الواقع إيران وإسرائيل وهذه المواجهة المحسوبة والتي كان فيها المايسترو هو الإدارة الأمريكية التي من جانب لا تريد أن تتوسع هذه الحرب إلى حرب إقليمية فكانت على اتصال مع الطرفين بحيث أن المشهد الذي رأيناه كان مشهدا مضبوطا ولو أنه كان على حافة هاوية إلا أنه كان مضبوط والآن طويت صفحته خلال ساعات وظهر أن نتنياهو رابح إيران رابحة أمريكا رابحة التي وبوقوفها بجانب إسرائيل حتى وقوفها العسكري أصبح نتنياهو مدرك أكثر لحقيقة أن الحامي لإسرائيل والنيتو والولايات المتحدة لكن هذا المشهد لا يتعلق بالفلسطينيين نحن نقول دائما أن التاريخ ماكر معنا صحيح أنه أزيحت الأضواء لساعات عن قطاع غزة ولكن الأخطر أن الإدارة الأمريكية التي ظهر في هذه المواجهة المضبوطة أنها قادرة على ضبط الأطراف لا تريد ضبط حكومة نتنياهو تحديدا فيما يتعلق بالعدوان على غزة إذن بقي الشعب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة لوحده هذا المشهد الذي رأيناه بالعمس في شماق السماء المشرق العربي لا يتعلق بنا إنما يتعلق بإحتياجات إسرائيل وإيران فيما يتعلق بضبط الإيقاع والنفوذ بينهما في شرق المتوسط وما خطورة سيد الحراني أن تعود إسرائيل إلى وضع الضحية أمام المجتمع الدولي الذي كان يصب غضب عليها مع ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين داخل غزة الآن هل ستؤثر تداعيات ردود الفعل المتعاطفة معها على طبيعة تحركاتها داخل القطاع عسكريا برأيك أعتقد نعم لأن الضغط المتوالي الذي كان قبل مشهد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية كانت في هناك عوامل متصاعدة للضغط على حكومة نتنياهو لكن المواجهة مع إيران عادت صورة أن إسرائيل هي تحت التهديد لذلك هم الدول الغربية منها بريطانيا وفرنسا بالمشاركة العسكرية في صد المسيرات الإيرانية وهذا أكسب إسرائيل لفترة من الوقت دعينا أقول ونتنياهو وقت مستقطع آخر هذا الوقت سيكون استمرار المأساة على الفلسطينيين وهذا ما يجب أن يدفعنا نحن كفلسطينيين للتفكير ماليا ومعنى العالم العربي بصراحة أن الإدارة الأمريكية يجب أن لا تبيعنا بضاعة غير التي كانت حتى الآن وهي عن تحسد إسرائيل عندما أرادت بالمناسبة إدارة بايدن بالأمس أوقفت حكومة نتنياهو من الرد على إيران وطبعا حكومة نتنياهو أنه يعني هذا الرد المتبادل هو يعني يكفيه بمعنى أنها قادرة على فرملة إسرائيل لا تريد إدارة بايدن أن تضغط بالضبط بالضبط وهذا ما لا تفعله إدارة بايدن لأنها ما زالت تتوافق مع إسرائيل على ملاحقة حماس الذي يلاحق عمليا هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لذلك حتى عندما نقول أن المفاوضات الجارية حول المحتجزين الإسرائيليين لا تتعلق فقط بهم ندعو قيادة حماس أن تفكر بأن إسرائيل تحاول أن تضع مفاوضة خبيثة جدا وهي أنه إذا فشلت المفاوضات في اليوم التالي صباحا ما الذي يمكن أن تفعله الاستمرار في قتل الفلسطينيين وهدم بيوتهم هذه الصورة الكلية هي التي يجب أن تكون مدعاء للتفكير أيضا يمكن القول أنه من بين أشياء وهذا يجب أن ننتبه له كعرب بصراحة الإدارة الأمريكية أيضا حريصة كما هي حليفة لإسرائيل حريصة على أن تبقى إيران عندما تضبط هذه المواجهة إشارة تهديد للمشرق العربي لأنها تستطيع عبر إشارة التهديد هذه أن تبتزي العالم العربي بأنها تقدم له نوع من الحماية الوهمية لذلك هذا أيضا سؤال كبير مطروح في المشرق العربي فيما تعلق بالأدوار العميقة الغير معلنة للسياسات الأمريكية في المنطقة فهي من جانب تدعم إسرائيل لهذا الحب ومن جانب آخر تتقاطع مع إيران في تقاسم نفوذ على حساب الخيار العربي والعرض العربي حول مسألة المفاوضات وما قاله نتنياهو أن السنوار يستغل أجواء التوتر هذه وهم ربما رفضوا حتى ما قدمته إسرائيل من تنازلات من وجهة نظرها على الأقل حول مباحثات القاهرة لطالما سألنا عبر أكثر من منصة السكاين نيوز عربية وأكثر من مساحة على ماذا يراهن السنوار وهل حقيقة الآن ربما يكون يعتقد هو أو حركة حماس أن ما قامت به إيران البارحة قد يفتح المشهد على سيلاريوهات تكون فيها لحماس أو لإيران حتى يطول داخل قطاع غزة الذي فعلته إيران تعلق بها وبمصالح هذا يجب أن يكون واضحا لنا وهي فعلته بحرافية جيدة كسبت منه لكن هذا لا يتعلق فينا كفلسطينيين بصراح وهذا حقيقة يجب أن ندركها هذا واحد اثنين تصريحات نتنياهو موجهة للرأي العام الإسرائيلي الذي يلومه ويوقع عليه مسؤولية عدم إنجاز صفقة هو يكذب أيضا عليهم بأن السنوار لاحظة وهو يدرك أنه إيران لا علاقة لها بالموضوع ولكن يريد أن يبرره لكن أيضا بالمقابل أعتقد أنه لا يجب أن يكون لدينا كفلسطينيين ولا لدى قيادة حماس أي وهم فيما يتعلق بالذي حصل بالأمس وطوية كصفحة العمر المتعلق بنا كما قلت هو أن المفاوضات حول المحتجزين من الجانب الفلسطيني يجب أن تأخذ بها الاتبار ليس فقط عملية تبادل العسرة إنما الذي تصنع إسرائيل في الإنسان الفلسطيني في البيوت الفلسطينية وما هو المخرج للفلسطينيين الآن حقيقة يبدو أن الفلسطينيين والغزيين اليوم هم بين مترقة جنون إيران وحماس وسندان جنون ناتنياهو وطموحاته حتى السياسية يعني إن ردت إيران يدفع ثمن الغزيون وإن تحركت إسرائيل يدفع الثمن الغزيون كذلك ما هو المخرج من دوامة الجنون هذه التي أدخل فيها الجميع بعد السابع من أكتوبر برأيك نعم شوفي محمود درويش مرة قال كم كنت وحدك يا ابن أكثر من أبي أنا حتى كمواطن فلسطيني أشعر كم هم الفلسطينيين وتحديدا في قطاع غزة لوحدهم وكأن العالم قد نسيهم أنا الذي أعتقده أن القيادات الفلسطينية ومنها قيادة حماس زاوية تفكير هيجب أن تنحصر بأي طريقة ممكنة لوقف هذا العدوان عبر يعني تفكير خلاق بالتعاون مع مصر وقطر اللتان تتابعان موضوع المفاوضات وأعتقد سيدتي أنه يجب أن يكون هناك موقفا عربيا أكثر قوة ضاغط على الإدارة الأمريكية لإيصال هذه المأساة إلى نهاية تعف الناس في غزة من الموت اليومي أخذين بهذا الاعتبار أن حكومة نتنياهو أيضا تقوم عبر آلاف المستوطنين هم سلحوا عشرات الآلاف في الضفة الذين هجموا بالأمس قاموا بهجمات قاتلة على عشرات القرى وقطعوا الطرق على الفلسطينيين أي سياسة شاملة باطشة بالشعب الفلسطيني المتروك لوحده ربما يسأل من هم خارج فلسطين ماذا أنتم فاعلون؟ الفلسطينيون هم مجتمع أعزل في مواجهة آلة حرب حديدية فولاذية باردة ومتروكين لوحدهم يعني لهذا ربما سألتك سيد الحراني هل يبدو أنه توجد مقاربة تخرج الغزيين من هذه المعادلة على ضوء ما يحدث من تصعيد ما بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي أم أنه بالعكس يدفعون مرة أخرى فاتورة هذا الصراع إن كان صراع عبر الوكلة أو تحول إلى صراع مباشر يعني هو الصراع متعدد لأوجه ولكن هو في جوهره صراع إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي ترفع ما قولت أنها تلاحق حماس ولكن جوهريا هي تلاحق الشعب الفلسطيني من أجل تحجيره الآن حكاية الوكلة وحتى حكاية رنادي معروفة اليوم وغدا وبالعمس لن تكون في سياق مصالح الفلسطينيين كل في الإقيم ومنها إيران يدافع عن مصالحه الخاصة السؤال المطروع علينا كفلسطينيين وكعرب هو كيف نوقف مأساة قطاع غزة الآن عندما أقول قيادة حماس يجب أن يكون لدينا أفكار خلاقة تأخذ بين الاعتبار مع الوسطاء العرب وكل صديق في العالم طريقة أو فكرة هم عليهم أن يبتدعوها لإيقاف هذا العدوان مع إدراكنا أنا نتنياهو لو حصل أي تفاهم أو خطوط عامة في اليوم التالي يريد أن يقلب الطاولة ليستمر العدوان لأن إسرائيل تخوض حرب جبانة ضد الفلسطينيين هي الحرب الأسهل الآن لأنها يمكن أن تنكل بنا وتقتل من تقتل دون رد عسكري حقيقي لذلك نحن نحتاج إلى موقف عربي في أمام الإدارة الأمريكية لوقف هذه المعساة الاستثنائية بالمعنى التاريخي تبقت دقيقة فقط سيد الحوراني وتعقيبا سريعا أيضا التحركات العربية لم تصل إلى أي نقطة واصطدمت أكثر من مرة باللا فيتو الأمريكي داخل مجلس الأمن الآن إلى أي درجة تعتقد أن ما حدث البارحة سيؤثر على مسارات المباحثات في القاهرة أم بالعكس ربما يكون فرض واقع تفاوضي جديد بين الطرفين باختصار لو سمحت أنا برأي برأي ما حصل بالأمس يجب أن يلقي الضوء على ما في يد العرب من أوراق قوة لم يستعملوها بعض كلهم إذا كان فيه هناك فيتو أمريكي في مجلس الأمن برأي في يد العرب ما يشكل أكبر من الفيتو الأمريكي مصالحها الجيوسياسية الموجودة والتحالفات مع الإدارة الأمريكية إذا وضعت على الطاولة بشكل جدي يمكن لإدارة بايدن ولكل الدولة العميقة في أمريكا أن تفهم أنه يجب أن لا تستعمل فيتو ضد قضايا عادلة تتعلق بحقوق أقر القانون الدولي للشعب الفلسطيني والعرب شكرا جزيلا لك ضيف العزيز من رمالة عضو المجلس الثوري لحركة فتح السيد محمد الحوراني على هذه الإضاحات القيمة التي تفضلت بها معنا في التاسعة أشكرك